السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واكم دكتورة زينة خضايا رحسين اليوم مختبر اللذي كسلولار وعقب عرفة اهبية الخلايا وكيف عنده الخلايا تعتبر وحدة البلوء والبضيفة في جسم الكائدات الحية اليوم ورح نخذ المكونات الخلاوية الحية داخل الخلايا اول مكون هو البلازما مبراين البلازما مبراين هو يعطي الشكل معين للخلايا ايضا يسمح ببرور وخروج ودخول المواد من الداخل والى خارج الخلايا طبعا بعد البلازما مبراين ايضا نيوكلياس تتكون من نيوكلير انفيلوف ايضا يحيط بالنواد وايضا يحتوي على ثقوق نيوكلير بورز وهذه الثقوق تسمح بدخول وخروج المواد من الداخل وخارج النواد وايضا نلاحظ ان هناك يوكليولاس وتحتوي على الرايبون يوكليو بروتين الارن اي ايضا النواد تحتوي على تو كروماتين الي هو الايو كروماتين وايضا تحتوي على الهتيرو كروماتين عدنا الاندو بلاسمي ريتيكولم الاندو بلاسمي هي عبارة عن سيستب ميبراني ساكس كانول او سستيرني انسايتو بلاسم عدنا نوعين اللي هي الراف اندو بلاسمي وسبوث اندو بلاسمي الراف اندو بلاسمي نرمزلها بالر اي ار. بينما نرمزلها بالس اي ار. الفرق بين اتهم انه الراف تحتوي على سطحها. ووظيفة الار اي ار هو البروتين بالنسبة للس اي ار فوظيفتها هو المساهمة في اللبن سنتيس و دي توكسيفيكيشن. عدنا الكولجي ابراتس. الكولجي ابراتس هو عبارة عن سيستيم البروتين. يحتوي على السيستيرني والنباكولز والمايكروفيزيكيشن. عدنا اللايسوسوم. وايضا عندنا تكون موجودة باشكال مختلفة. وتحتوي على انزيمات مختلفة. وتقوم بوظائف مختلفة. وايضا انزيمات مختلفة. تحتوي على انزيمات مختلفة. او انزيمات مختلفة. التصريح الت وايضا التوكسف اسف البروتين في ال Sau tem و هذا الشيء يسمى باورهوس ايضا تحتوي المانتو كوندورية على الأوتر بيبران و عندنا ايضا تحتوي على الأوتر بيبران و عندنا جرستي و الماتركس ممكن استخدام بعض الصغار لتصميغها مثل الـ IKI ممكن استخدام بعض الصغار لتصميغ المانتو كوندورية الميتو كوندورية ايضا تحتوي على دي انا يسمى بالمتي دي انا ميتو كوندوريال دي انا لهذا تسمى الانيوزول أورغانال ممكن استخدام ايضا ممكن استخدام ايضا الجانس جرين استين الجانس جرين استين و عندنا فيتال استين يمكن ان استخدامها في تصميغ الميتو كوندورية لمشاهدتها تحت المجهر الضوائي عندنا البلاستيتس هاي البلاستيتات موجودة بالنباتات بالنباتات ايضا موجودة بالالغي وهي ابارة عن صيتو بلاسمي اورغانال نوعين من البلاستيدات الكروموبلسط وليوكوبلس الكروموبلاست من الوارها هي كلوروبلاست طبعا حسب نوع الصغر كلوروبلاست تحتوي على green color تحتوي على الموجودة موجودة بال الغير بلاونس الفيو بلاست تحتوي على فيوكو سامتي تحتوي على البيانات ونوع الثالث من الكروموبلاست هي الروضوبلاست ريد انكلار تحتوي على فيوكو أيرثري يجب أن يجد في الريد الريد اليجو بلاست لدينا ايضا الثلاث اللي هي تكون عديمة اللون الثلاث أنواع اللي هي أماينو بلاست ستورج ستارج ويجد في تشوبرز كتليدون ويندوسبير اليجو بلاست ستور أويل ويجد في الريد 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 وإن البلوطيني يملك ستورج بلوطيني أفعان ستورج أفعان يجب أن يجب البلستي بلوطيني أفعان الخيار ويجد في الخيار خيار والمقل التراكيب غشائية الي هي ثايلوكويت تكون على شكل غرانو المرصوصة الواحدة فوقها الاخرى وتحتوي على المسؤولة عن عملية البنوء الضوئي هذا شكلها تحت المجهر بعد التصمير وعدنا بتسمى الكلوروبلاست تكون شكلها يختلف حسب نوع القائن الحي فعدنا امثلة على اشكال الكلوروبلاست في بعض القائنات الحية مثلا عدنا بالكلاميدومونوس تكون البلاستيد الخضراء او تكون بين بوجودة بالزكن تكون وايضا بالكلادوفورا تكون شكل البلاستيد الخضراء ريتيكولر شيب شكلها شبكي واخيرا سبايرالي شيب ان سبايروجيرا فنلاحظ هدون الفروق في شكل الكلوروبلاست شكلها يختلف من كائن الى كائن اخر وعدنا امثلة لبعض الاشكال موجودة في بعض الكائنات الحية الدباطات في بعض الدباطات اشتركوا في القناة